إلى أين يمضي العراق وأي طريق يجب عليه أن يسلك في ظل المشاريع الكثيرة التي أعلنت وتعلن عنها حكومة السوداني والقاسم المشترك فيها الوصول إلى نهاية مغلقة رئيس الحكومة محمد شيع السوداني أعاد الحديث في اجتماعه الأخير مع رجال أعمال ومستثمرين عن مشروع طريق التنمية الذي أعلن عنه في أيار الماضي مؤكدا أنه فرصة لتحول العراق إلى دولة منفتحة تصريح يرى فيه خبراء اقتصاديون أنه اعتراف بالواقع المغلق الذي وصل إليه العراق الذي بات ينظر إليه بعين واحدة عين تبعيته لإيران المتحكمة الأولى فيه من جانبها تؤكد صحفة التليغراف البريطانية أن مشروع طريق التنمية يمكن أن يكون نقطة انطلاق للعراق لكن معوقات كبيرة ستحول دون تنفيذه وتشير الصحيفة إلى أن أهم العوائق تتمثل بصعوبة تأمين تكاليف المشروع والبالغة 17 مليار دولار لربط العراق بأوروبا عبر تركيا في ظل الأزمة الاقتصادية والفساد المالي الذي يتفشى في العراق على الجانب الآخر تؤكد الصحيفة أن سيطرة الميليشيات على الوضع السياسي والاقتصادي للعراق سيبقي المشروع حبرا على ورق في ظل استحالة نمو أي استثمارات في بيئة غير آمنة وتفتقد فوق ذلك الخدمات وعلى رأسها الكهرباء الذي يأتي من إيران ويدرك صناع القرار في طهران أن تطوير البنية التحتية للعراق سيعني الاستغناء عن الصادرات الإيرانية إليه بالعودة إلى الانفتاح الذي يتحدث عنه رئيس الحكومة محمد السوداني لا يبدو أن دول الجوار متحمسة بقدر الحماس الذي يظهره في ظل خشيتها من عودة الاشتباكات بين الأحزاب والميليشيات في العديد من المناطق التي تعتبر رئيسية بالنسبة للمشروع وعلى رأسها البصرة تلك التي تدفع ثمن موقعها الاستراتيجي وثرواتها والمشاريع المعلنات فيها دون أن نعكس ذلك على التنمية فيها